تعرف إلى أشهر الفنانين المغرمين بتربية الحيوانات هالا صدقي صديقة الكلاب البلدية والمدافعة الشرسة عن حقوق الحيوانات حيث صرحت في إحدى مقابلاتها أنها تمتلك 27 كلبا وتعتبر أنها تعد من أنقى الحيوانات والدليل على ذلك وجود نقوشات بصورها على جدران المعابد الفرعونية منذ القدم محمد رمضان بعيدا عن الحيوانات الأليفة ظهر رمضان في عدة صور برفقة أسد يداعبه ويلعب معه وأشارت مصادر عدة أن الأسد يعيش مع محمد حيث ظهر معه في عدة لقطات من حمام السباحة الخاص بمنزله كما وأدى محمد عدة أدوار إلى جانب الأسد حتى بات شريكه في حياته الشخصية والمهنية خالد الصاوي بات كلب الفنان خالد الصاوي صديق مقربا له يقضي معه أوقاته ويتخذ معه الصور والتي دائما ما يشاركها على حساباته الشخصية حتى بات الكلب ميكي صاحب جماهيرية كبيرة بين متابعي خالد أحمد فهمي يعتبر أحمد أن تربية الحيوانات ملجأ للراحة والهدوء حيث عرف عنه حبه للقطة والقرود والكلاب ذلك فضلا عن نشاطاته الكثيرة برفقة زوجته بغرض البحث عن مأوى وعلاج للكلاب الضالة والمريضة منها أحمد السأة بنى أحمد مزرعة خاصة به يعتني فيها بخيوله التي يختارها من بين أغلى أصناف الخيول في العالم ويشرف عليها حيث كشف أنه من المغرمين بتربية الأحصنة وممارسة الفروسية رشا شربتجي الكلب ميني الصديقة الأولى للمخرجة السورية والتي ظهرت إلى جانبها في إحدى جلسات التصوير الخاصة بها وقالت رشا أنها إلى جانب كلبتها الوفية دائما والتي شاركتها كل أوقاتها السعيدة والعصيبة على عكس المتداول تعتبر سلاف أن الغراب مصدر تفاؤل لها حيث نشرت صورة لها تظهر فيها مع غراب على يدها وعلقت أنه دائما ما يذكرها بالشام وأحاراتها وأيام جامعتها وأضافت أنها تحب تربية الغراب بشكل خاص لسعادتها بسماع صوته في الصباح أوضحت أيمي أنها تربي كلبين منذ أن كانت شابة صغيرة وخصصت لهما مكانا خاصا وصغيرا في منزل عائلتها وعلى الرغم من أنها انتقلت إلى بيت آخر بعد زواجها إلا أنها يوميا تأتي لزيارة كلبيها وتقديم الرعاية لهما القط الجني أحد أغلى أنواع القطة في العالم على الإطلاق ينتمي للسلالة الفرعونية والذي أثارت به يسمين الجدى المرات عدة من خلال الصور التي تنشرها برفقته خصوصا مع مظهره الغريب نوعا ما وقد أكدت أنها لا تستطيع الابتعاد عنه وتستحبه معها أينما ذهبت عبرت آيتين عن مدى سعادتها بتربية كلبها الذي شاركت جماهيرها في اختيار اسم له لترسو أخيرا على اسم كوتشي محمد صلاح يعد واحدا من أشد المدافعين عن حقوق الحيوانات وقد ظهر في عدة صور إلى جانب عدد من القطة التي يربيها منذ سنوات وباتت جزءا من يومياته التي يشارك بعضها مع متابعيه أحمد السعدني قبل دخوله عالم الشهرة كان أحمد ملازما لكلبه الذي اعتاد على تربيته منذ سن صغير وتعلق به كما إنه يشارك جماهيره يومياته التي يظهر فيها الكلب بأدق تفاصيلها ياسمين صبري شاركت جماهيرها عدة صور لها برفقة قطتها الونيسة التي تنضي معها أغلب أوقاتها حتى باتت صديقتها المقربة أحمد مكي حب من نوع آخر يعيشه مع طيوره والتي ظهر في صور كثيرة إلى جانب أنواع عديدة منها ملونة وغريبة المظهر أحمد حلمي صرح أنه من عشاق الكلاب خصوصا تلك التي اعتاد على تربيتها منذ صغرها وأضاف أنه يحرص على استحابها معه في خروجاته العادية أو حتى في أعماله الفنية وقد ظهر كلبه في فيلم زكشان وفيلم السلم والثعبان شيرين رضا من منطلق إنساني تعطف شيرين على الحيوانات وقد صرحت مرات عدة أنها تحب تربية وحماية الحيوانات الأليفة خصوصا لأنها لا تقوى على الدفاع عن نفسها نادية لطفي حولت بيتها إلى مكان أشبه بحديقة الحيوانات حيث قالت في عدة تصريحات لها أنها وجدت الراحة النفسية بصحبة تلك الكائنات الأليفة وأضافت أنها تميل للكلاب والقطط بشكل كبير ليوناردو دي كابريو مهووس بالحيوانات الزاحفة أوضح أنه يهتم بأمور تربية الحيوانات خاصة اللطيفة منها وكشف أنه يربي في منزله صلحفات صغيرة ويعتني بها تهتم بتربية عائلة كبيرة من الحيوانات من بينها خنزير ودجاج وحمير وكلاب في منزلها لكنها وبشكل خاص تعتني بمعزة صغيرة كانت قد أطلقت عليها اسم مارثا جورج واشنطن ودائما ما تستحبها لتمارس معها رياضة اليوغا تهتم بتربية الكلاب حيث أوضحت في إحدى حلقات برامجها الخاصة أنها تربي خمسة منها في منزلها وتعتني بها كما وظهر حبها الشديد للكلاب من خلال تخصيص حلقات من برنامجها لاستقبال مدرب كلاب عالمي وتعتبر أوبرا أيضا من أبرز المطالبين بحماية الحيوانات الأليفة يتشارك الممثل الأمريكي صفرة طعامه إلى جانب حيواناته التي يربيها وهي مهر وحمار وكلب حيث دائما ما يشارك جماهيره بصورها إلى جانبه وفيديوها تتوثق مدى تقربه منها ريانا تهتم هذه النجمة العالمية بتربية كلبة أليفة منذ وقت طويل وقد نشأت بينهما علاقة تفاهم وحب قوية كما وشكلت كلبتها أوليفر مصدر إلهام لها استوحت منها فكرة إحدى أغنياتها ترجمة نانسي قنقر